يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مبارح الزمالك احتفل بفوز كبير على البرامج بسلسية نظيفة احتفال وخلص احتفال وخلص وعجبني تصريحات وكلام جماهير نادي الزمالك العقلة الفهمة إن الأمور لسه متحسمتش لسه الزمالك ما خدش الدوش آه فارق بينه بين برامج السبع نقاط آه وارد إنه يبقى الفارق بينه وبين النادي الأهلي خمس نقاط وممكن يزيده لو الأهلي ما وفقش في المباراتين والمؤجلتين بس الدوري ما راحش ما راحش من الأهلي ولا برامج ولا الزمالك فاز بالدوري فيبقى الاحتفال يوم وخلص عشان لسه فيه مبارات مهمة نفس الأمر بالنسبة للنادي الأهلي ونادي برامج ما ينفعش ترمي الفوطة دلوقتي بتكلم عن النادي الأهلي البطل اللي دايما يقول إنه اللعيبة أو الأهلي بمن حضر ما ينفعش أبدا دلوقتي ترمي الفوطة خمس نقاط دول مباراتين دول مباراتين وكل الفرق تقدر تكسر وكل الفرق بتقدر تتعادل وكل الفرق بتعمل مبارات كبيرة دلوقتي قدام الأهلي والزمالك والبرامج فلازم تتمسك بالفرصة وأنا لو من مكان لعبي النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي لا أنا أخش المبارات كلها أنا عايزة أكسبها حتى لو في الآخر خسرت الدوري بس لازم تحسن الصورة لازم تصلح الصورة هتقول لي مين هقولك بأي لعب بأي لعب لابست شرط النادي الأهلي فهو المفروض أنه لعب كبير أنا أم لبست شرط النادي الأهلي فأنت لعب كبير أي أسماء موجودة في قائمة النادي الأهلي المفروض اسمي كبير ويقدر يشتغل كويس ده النادي الأهلي برامج آه أنت كنت قريب قريب جدا لو كنت عملت نتيجة جيدة قدام نادي الزمالك كنت هتبقى قريب من أول لقب في تاريخك بعدت الأمور شوية سبع نقاط عن المتصدر شوية بس لازم تتمسك بالأمل ونفس الأمر اللي قلته على الأهلي اكسب بقى مبارياتك اظهر بشكل كويس في ختام الموسم ما تهبطش ما تيقس عندك لعب كبيرة عندك أفضل سكواد أو أفضل قائمة أو أفضل تشكيل في الدور المصري وريني الأمارة وريني أن أنت فعلا فريق عندك الشخصية لأنك تلعب لآخر مباراة بنفس الأداء المميز اللي عملته من أول للموسم أنا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان اللي فرحان قوي من عند نادي الزمالك مش المفروض يفرح قوي إلا مع نهاية الموسم أو لما يحسم الزمالك رقميا الفوز ببطولة الدورة للمرة التانية على التوالي ولا اللي في ناحية الأهلي يبقى يأس زيادة عن اللازم وكأن الدوري فعلا انتهى نفس الأمر بالنسبة للبرامد خلونا نستمتع خلونا نشوف كرة حلوة خلونا نشوف مباراة كبيرة خلونا نشوف مباراة فيها تنافس أنا حب أشوف الدوري في تنافس لحد آخر مباراة في الدوري مين يكسب ما يخصنيش بس أحب أشوف الدوري بتاعنا دوري فيه فرق أو اثنين وتلاتة وان شاء الله بقر يبقى فرق أو خمسة وستة وسبعة بينفسوا على الدوري ده اللي الواحد يحبه بدلا ما قلنا كل موسم نقل نتكلم عن صراع الهبوط فقط ونتكلمش أبدا عن المنافسة خلصانة يعني كده كده الأهلي والزمالك وحيانا كان يبقى فيهم هو اللي بينافس يا أهلي يا زمالك أو مش بينافس يعني هو يكون بعد بالمباراة وكسب الدوري من بدري ونتكلم بقى على صراع الهبوط مين هيخد المركز الرابع مين مش عارف ايه هو ده اللي كنا نتكلم فيه دلوقتي بنتكلم على تنافس على الصدارة طبعا فيه صراع الهبوط فيه خمس ست سبع فرق في منطقة الهبوط باستثناء طبعا مصر المقصة اللي بعد هو أصلا عن الأندية اللي بتصارع الهبوط بعد عنهم لتحت يعني في وضع صعب جدا والله يكون فعون مسؤولي وجهاز الفن والعبي بس هم كانوا متفاهمين كلهم الظروف اللي السنة دي شاركوا بيها في الدوري وعارفين انه الحزوز ما كانتش كبير فخلاص ده مصر المقص خلونا نستمتع بالدوري خلونا هديين شوية خلونا نفرح بكورة من غير عصبية ولا نرفزة ولا مشاكل ولا أزمات ولا كوارس ولا خناءات ولا الكلام اللي بنقعد نسمعه في اللعبة وفي الكورة ده خلونا بقى نبسط باللي بيحصل ده المنافسة دي المنافسة دي تبسط وتفرحنا وساعتها هنقول عندنا دوري قوي ساعتها هنقول الدوري ليه سعر ساعتها هنقول ان احنا دوري فعلا بقى دوري كبير بيكم انتو الاندية الكبيرة دي وبالجماهير العظيمة جدا لكل نادي من الاندية اللي بقول عليها دي خلونا نستمتع بالكورة أنا فرحان والله الحل لوقتي فرحان ان لسه فيه تنافس في الدوري لسه فيه تنافس وانا لو سألتني رأي تحليل او فني اقولك لا الدور لسه متحسمش لحد تقولي الزمالك اقولك قطع عن الزمالك اصبحت نسبوته الاكبر بحكم فارق النقاط لكن المباريات اللي جاية فيه مفاجآت لسه وفيه مكاسب وخسائر ممكن الزمالك يخسر على فكرة مباريات بس في الناس الوقت ممكن الاهل يخسر مباريات وبرامتز يخسر مباريات ممكن الزمالك يكسب كل المباريات وممكن الاهل يخسر وما يكملش ممكن الاهل هو اللي يكسب كل شيء وارد وممكن كل شيء وارد وممكن خلونا نستمتع بالكورة خلون استمتع بالدوري المصري